كلمة مستحيل كلمة اخترحها الإنسان ليبرع عجزه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يعطيكم ألف ألف عافي ويسعد صباحكم مساكم وجميع أوقاتكم حيثما كنتم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا سهل لنا أمورنا برحمتك يا رحم الراحمين ربي يفتع عليكم فتوح العارفين إخواني أخواتي يا رب نكون جهزين لموضوع جديد امجهزي حالك امرتب أمورك أهم إشي أنك تكون مصحصح أهم إشي أنك تكون مصحصح ودارس قواعد الاشتقاق السابقة بداية منذكر بإذن الله يدا بيد نحو العلامة الكاملة موضوعنا اليوم موضوع جميل أساسي كثير مهم وكثير رح نشتغل عليه في الأيام أو في الحصص القادمة بإذن الله تعالى موضوعنا اليوم بيحكي عن إشي اسمه الاشتقاق الضمني شو الاشتقاق الضمني وكيف نتعامل معاه وعلى أي أساس نشتغل عليه خلينا نشوف مع بعض إحنا كل شي تعملنا معاه كانت عبارة عن اقترانات صريحة كلمة صريحة أنه منقدر نخلي أحد المتغيرات موضوع القانون أحد المتغيرات موضوع القانون والمتغير الثاني أكيد رح يكون على الطرف الثاني اللي هم كنا نكتبهم عادة اللي هو عبارة عن Y تساوي F الـ X عادة بهذا الشكل زي Y تساوي X تكعيب ناقص 8X لاحظوا أنه Y موضوع القانون هاي بنسميها علاقة صريحة لما تكون الـ Y بدلالة X هاي بنسميها علاقة إيش صريحة فبهذا الشكل هذول اللي تعملنا معهم سابقا لكن في عنا كثير من الأماكن وخاصة في العلاقات أنت ما بتستطيع تخلي Y موضوع القانون أو أحد المتغيرات بدلالة الآخر ما بتستطيع تجعله صريح وواضح بيكون عندك متداخل زي على سبيل المثال لو أجانا على سبيل المثال ساين الـ Y تساوي مثلا X تربيع ناقص 5 هل هاي بقدر والله أخليها أنا Y موضوع القانون هل بقدر أكتبها بشكل صريح وواضح هاي اللي منسميها علاقة ضمنية إنه أنا ما بقدر أخلي Y موضوع القانون باختصار بيكون عندك خلطة Y مع X متداخلات في بعض إما لا يمكن جعل Y موضوع القانون أو من الصعوبة من الصعوبة إنك تجعل Y موضوع القانون في هاي الحالة بدنا نعرف إنه هاي علاقات ضمنية علاقات ضمنية كيف بدنا نشتقها كيف بدنا نشتغل عليها بدنا ننتبه مع بعض عشان نشتقها أول إشي أنا عشان أميز أميز الاشتقاق الضمني إنه هذا السؤال على الاشتقاق الضمني ولا لا كثير من الأسادزو والمعلمات مشكورين بيعطيك حالات إنه إذا شفت Y تحت الجذر فبالتالي هذا إيش إذا شفت Y تحت الجذر فهذا بد يكون اشتقاق ضمني إذا شفت Y في الزاوية معناته هذا اشتقاق ضمني إذا شفت Y في الأوس معناته هذا اشتقاق ضمني وببلش يعطيك حالات ما شكورين الله يعطيهم العافية إحنا ما في داعي نذكر حالات باختصار إذا ما شفت Y موضوع القانون إنت بدك تشتق اشتقاق ضمني بدك تشتق اشتقاق ضمني إذا أنا ما شفتها موضوع القانون أو ما بقدر أجعلها بإمكاني أنا أشتق اشتقاق ضمني باختصار لما أشوف خلطة Y مع X فالاشتقاق ضمني طيب كيف بدي أشتق الضمني أستاذي لاشتقاق الضمني أنت الـ X بتشتقها كالعادة إذا أنا بدي ديل Y على ديل X فالـ X بشتقها كالعادة ما عندي مشكلة لكن الـ Y لما تشتقها اشتقاق نفس قواعد الاشتقاق السابقة يعني لو على سبيل المثال أجاني Y تكعيب هاي كيف ده أشتقها بشتقها اشتقاق كالعادة زيها زي ما كنا نشتق الـ X هي ثلاثة Y تربيع بس إذا أنا بدي ديل Y على ديل X كل ما أشتق Y لازم أحط معها رمز المشتقة ديل Y على ديل X إذا أنا بشتق كالعادة Y تكعيب هي ثلاثة Y تربيع بضربها في ديل Y على ديل X أو ممكن نكتبها ثلاثة Y تربيع في Y الفتحة هاي معناها أنه أنا شتقيت Y بالنسبة لمن؟ لـ X إذا أنا لما بدي أجي أشتق بشتق كالعادة على سبيل المثال لو أجاني ساين الـ Y هاي بدي أجي أشتقها كيف دي أشتقها اشتقها الضمني كالعادة مشتقة الساين كوساين نفس الزاوية هسا مشتقة الزاوية الـ Y مشتقتها واحد زيها زي X خطية مشتقتها Y مشتقتها واحد بس إني شتقيت Y فبدي أكتب محة دي الـ Y على دي الـ X إذن كل ما اشتقيت Y بدك تحط محة رمز المشتقة مثلا أجاني إي أس Y تربيع ناقص ثلاث في هاي الحالة عشان نيجي نشتقها بشتق الأس هاي 2Y مشتقت الأس في إي أس Y تربيع ناقص ثلاث هاي اشتقيت الأس في الإختران نفسه بس لإني اشتقيت Y بحط محة Y الفتحة أو دي الـ Y على دي الـ X هاي الفكرة اللي رح نشتغل عليها لان كيف خطواتها كيف رح نتعامل معها هاي الخطوات للإشتقاق الضمني كتب لك ياها أول إشي بدك تشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى مين إلى X مراعيا استعمال قاعدة السلسلة عند إشتقاق حدود تضمن أو تتضمن المتغير Y باختصار أنا بدك اشتق الطرفين عندك معادلة بدك تشتق مين الطرفين حسب قواعد الإشتقاق بس برجع بنبه كل ما تشتق Y بالنسبة لـ X بدك تحط محة دي الـ Y على دي الـ X بعدين كل الحدود اللي فيها دي الـ Y على دي الـ X بدك تخليها على طرف والحدود اللي ما فيها دي الـ Y على دي الـ X بدك تخليها على الطرف مين الثاني بدك تنقولها للطرف الثاني بعدها بدك تجعل دي الـ Y على دي الـ X موضوع القانون بدك تجعلها موضوع القانون طبعا كيف دع جعلها موضوع القانون لازم أسحب ديل واي على ديل اكس عامل مشترك إذا كان في أكثر من وحدة هس إذا هي وحدة أمورك محلولة لكن إذا في أكثر من ديل واي على ديل اكس فأنا بدي أسحبها عامل مشترك بدي أسحبها عامل ايه مشترك بعدها بتقسم على كل شيء محة بقسم على كل شيء محة وهاي اللي هو الخطوات اللي مكتوبة عندك اللي رح نشتغل عليها رح نفهمها أكثر ونستوعبها أكثر من خلال مثال والموضوع بسيط جدا وبييجي عليها على فكرة علامات كثيرة فبدك تنتبه معاي وهو من تطبيقات برضو اللي هو قواعد الاشتقاق بحكي لك في نص السؤال جد ديل واي على ديل اكس لكل مما يأتي تمام بدنا نبلش نشتق أنا لاحظ أنه الواي عندي مش موضوع القانون هل أنتوا شايفين الواي موضوع القانون؟ لا والله أنا عندي اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي أربعة فالواي طالما إنها مش موضوع القانون فببساطة بدي أعرف أنه هذا الاشتقاق ضمني بدك تعرف أنه هذا الاشتقاق ماله ضمني تعال نيجي نشتقه هاي عشان نيجي نشتقها هاي اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي أربعة تعال نيجي نشتقها الاشتقاق بتشتق كالعادي بتشتق الطرفين الـ X تربيع مشتقتها 2X الآن الـ Y تربيع مشتقتها 2Y بس لأني اشتقيت Y لازم أحط محاق ديل Y على ديل X هذا معنى أنه أنا اشتقيت Y بالنسبة لـ X أما الثابت 4 فمشتقته كم؟ صفرا الثابت 4 فمشتقته صفرا لأن بعد ما خلصت كل الحدود اللي فيها ديل Y على ديل X بدها تكون بطرف واللي ما فيها ديل Y على ديل X بدها تكون بطرف أنا عندي حدين هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني الحد الأول في ديل Y على ديل X لا والله ما فيه طالما إنه ما فيه بدكتون نقوله للطرف الثاني هذا الحد في ديل Y على ديل X خليه فرح تصبح معك 2Y في ديل Y على ديل X وتساوي هاي كانت موجبة بدأت تسير سالة بثنين اكس الان بعد ما خلصتوا كتبتها بهذا الشكل انا بلاحظ انه ما عندي غير ديل واي على ديل اكس وحدة خلص فيش داعي تسحب عامل مشترك لانه هي اصلا وحدة طيب عشان نخليها موضوع القانون ببساطة بدي اقسم على كل شيء محا بقسم على كل شيء محا بالطرفين ما هاي معادلة فاللي جريته بطرف الاول لازم تجريه بالطرف الثاني هاي محا بدأت تروح رح يصفي عندك ديل واي على ديل اكس وتساوي هس ان كاني اختصر الاثنين مع الاثنين فبتصفي سالب اكس على واي بهذا الشكل انا بكون طلعت اللي هو ايش ديل واي على ديل اكس اللي هي المشتقة ويا رب انها بسيطة وسهلة انا بكثير شايفها بسيطة قال ما انتوا استاذ الرياضيات اكيد رح تشوفها بسيطة لا 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 هي مع الممارسة ان شاء الله بتشوفها بسيطة نشوف كمان سؤال كيف بدنا نتعامل معاه بحكيلك ساين الاكس زائد كوساين الواي تساوي اثنين اكس ناقص ثلاثة ايش واي تعال واحدة واحدة بدنا نبدأ نشتق بدي اشتق الطرفين ساين الاكس مشتقتها كوساين الاكس انا اشتقت اكس في دا اكتب والله ضرب ديل واي على ديل اكس لا 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 ابدأ اشتقت اكس اشتقاق اكس كالعادة زائد كوساين الواي الكوساين مشتقته سالب ساين الواي اذا كوساين الواي مشتقته سالب ساين الواي مشتقت الزاوية لانها واي مشتقتها واحد بس طالما اشتقت واي بدك ديل واي على ديل اكس بدي ديل واي على ديل اكس مشتقت الاثنين اكس ناقص ثلاثة واي الاثنين اكس شو مشتقتها اثنين الاثنين اكس شو مشتقتها اثنين ثلاثة Y شو مشتقتها سالب ثلاث خطية الخطية معامل X طب هون Y خطية في ال Y معامل Y بس لأني اشتقيت Y لا تنسى تحض ديل Y على ديل X لا لاحظ في أكثر من ديل Y على ديل X لازم الحدود اللي فيها ديل Y على ديل X تخليها على طرف واللي ما فيها ديل Y على ديل X تنقولها للطرف الثاني تعالي نشوف كيف هذا الحد ما في ديل Y على ديل X لازم أعديه للطرف الثاني هذا الحد في ديل Y على ديل X خليه هذا الحد ما في ديل Y على ديل X خليه هذا بدي أجيبه عند ديل Y على ديل X بجوح يقولي طب لو اللي فيهم ديل Y على ديل X وديتهم للطرف الثاني واللي ما فيهم جبتهم هون ما عندنا مشكلة برضو صح عادي ما عندنا مشكلة المهم من الحدود اللي فيها ديل واي على ديل اكس مع بعض الان هاي بدي اوديها للطرف الثاني رح يضل عندك اللي هو سالب ساين الواي في ديل واي على ديل اكس هذا الحد ضل هذا بدك توديه للطرف الثاني هذا بدنا نجيبه هون كان سالب بده يصير ايش موجب هيني بده اكتبه هون ثلاثة ديل واي على ديل اكس اذا هاي كانت سالبة جبناها هون صارت موجبة هاي نزلت كما هي هسا هاي بده تروح للطرف الثاني وتساوي الاثنين ما الي علاقة فيها بس الكوساين هون بدك توديه بصير سالب كوساين ال اكس هاي شوف ما اجملها وما اسهلها انا عندي اكثر من ديل واي على ديل اكس لازم اسحبها عامل مشترك هاي ديل واي على ديل اكس طلعتها عامل مشترك شو بيضل عندها لما تيجي تقسم هاي على هاي بده يضل ثلاث لما تيجي تقسم هاي على هاي بده يضل ساين ال واي انا سحبتها عامل مشترك وتساوي هاي خليلي اياها كما هي هاي خليناها كما هي هسه بعد ما خلصت اقسم على كل شيء مع ديل واي على ديل اكس بالطرفين ناقص ثلاثة ساين ال واي هاي ثلاثة ناقص ساين ال واي هاي ما حاي بتروح راح يصفي عندي الجواب ديل واي على ديل اكس وتساوي الآن اثنين ناقص كسين ال اكس على ثلاثة ناقص ساين ال واي هاي بهذا الشكل انا بكون طلعتها وهاي المشتقة الاولى بهذا الشكل طلعتها وهذه المشتقة الاولى يا رب انه الموضوع كثير بسيط وسهل اي قاعدة من قواعد الاشتقاق بتدخل معاك هون تعالي نشوف كمان سؤال بحكي لك اثنين اكس في ال واي ناقص واي تكعيب تساوي واحد هل انت شايف انه واي موضوع القانون لا والله ما انا شايف واي موضوع القانون تمام بلاش تعالي يا عمي بدك تشتق بس هون اللي بدي انبهك عليه اللي بدي انبهك عليه هون انه اثنين اكس واي هدولا الضرب ولما تشتقها لازم تنتبه انها مشتقة ضرب طويل العمر هاي الاول وهاي الثاني فعشان هاي اشتقها بدي اطبق قاعدة الضرب فقاعدة الضرب بتقولك الاول كما هو مشتقة الثاني طب شو مشتقة ال واي واحد مشتقة ال واي واحد بس لاني اشتقت واي بدها ديل واي على ديل اكس ولاحظ الواحد ما كتبته ما هو واحد في ديل واي على ديل اكس هي ديل واي على ديل اكس زائد الثاني كما هو هاي الثاني كما هو مشتقة الاول الاثنين اكس شو مشتقتها اثنين هاي الاثنين بنحطها هون هذا ليهو الاول الحد الاول مشتقته قاعدة الضرب الاول كما هو مشتقة الثاني ومشتقة ال واي واحد بس لاني اشتقت واي بدها ديل واي على ديل اكس زائد الثاني كما هو ال واي نزلتها مشتقة الاول اثنين اكس اثنين ناقص ال واي تكعيب ثلاثة واي تربيع بس لاني اشتقت واي بدها ديل واي على ديل اكس بدها ديل واي على ديل اكس أما الواحد فهو ثابت ومشتقته كم؟ صفر هسا نيجي نحدد الحدود هذا حد أول هذا حد ثاني هذا حد ثالث هسا الحد اللي في النص الحد الثاني مش موجود في ديل وي على ديل اكس فبدأك توديه للطرف الثاني هذا الحد خليه اثنين اكس في ديل وي على ديل اكس ناقص ثلاثة وي تربيع في ديل وي على ديل اكس وتساوي كانت اثنين وي بدها تصير سالب اثنين وي طلع ديل وي على ديل اكس عامل مشترك اثنين اكس ناقص ثلاثة وي تربيع طلعنا الدي وي على ديل اكس عامل مشترك وتساوي سالب اثنين وي اقسم على كل شيء مع دي الواي على دي الاكس دي اقسم بالطرفين على 2x ناقص 3y تربيع بدي اقسم على 2x ناقص 3y تربيع بالطرفين هاي محاي بدها تروح رح يصفي عندي دي الواي على دي الاكس ويساوي هي سالب 2y على 2x ناقص 3y تربيع بهذا الشكل انا بكون ايش اوجدتها بهذا الشكل انا بكون ايش اوجدتها هاي اللي هي كانت مشتقة دي الواي على دي الاكس نشوف كمان واحد احنا شفنا انه ممكن يجي فيه قاعدة ضرب عادي بالله تنتبه معاي على هاد وتركز اللي منحلهم هدول كلهم اسألة الكتاب فبدأت تكون منتبه معاي حكيلك ساين الاكس زائد y تساوي y تربيع في كوساين الاكس يلا معاي يلا تساعدني بدنا نبدأ نشتاق انا شايف y مش موضوع القانون في خلطة y مع اكس طالما انه الواي مش موضوع القانون على طول تعال نيجي نشتاق مشتقة الساين كوساين نفس الزاوية اكس زائد y الام مشتقت الزاوية شو مشتقت الزاوية الزاوية الاكس مشتقتها واحد الواي برضو مشتقتها واحد بس لاني اشتقيت واي بدي احط ديل واي على ديل اكس او واي الفتحة ما هو نفس الاشي رمز المشتقة ان حطت ديل واي على ديل اكس ولا واي الفتحة نفس الاشي انا بدأ ابدأ اعودك على طريقتين اما بحط واي الفتحة او ديل واي على ديل اكس نفس الاشي وتساوي هسوا انا عشان اجي اشتقها واي تربيع في كوساين الاكس بدي انتبه انها قاعد الضرب بدي انتبه انها قاعد الضرب واي تربيع الاول تربيع كما هو واي تربيع له الاول هاي قاعد الضرب الاول كما هو مشتقة الثاني مشتقة الكوساين سالب ساين السالب حطيته هون ما بصير نحطه في النص في طالب بيجي بعمل ليها زي هيك طبعا هاي غلط لو ده تكتوبها زي هيك غلط اذا بتحطها هيك بتحطها بين اقواس او من البداية السالب حطها قبل الواي او من البداية السالب حطها قبل مين الواي طيب اذا الاول كما هو واي تربيع مشتقة الكوساين سالب ساين الاكس وانا اشتقت اكس زائد الثاني كما هو هيك كوساين الاكس زي ما هي مشتقة الاول هسا واي تربيع شو مشتقتها هي اثنين واي واي الفتحة اثنين واي واي الفتحة هاي اللي هي المشتقة لمن للأول لانك اشتقيت واي حطيت والله محة واي الفتحة هسا هون بدك تنتبه وتركز معاي الان عشان نيجي نتعامل محة هذا حد بس في واي الفتحة هذا الحد ما في واي الفتحة معناته هذا لازم سير على طرف وهذا على طرف بغض النظر دك تنقول هاد دك تنقول هاد ما منعرف هسا مشكلتك هون انا هون في عندي واي الفتحة بيجي بقول لك هذا حد بدك تنقوله بس لاحظ انه هون في ضرب فانا هيك اني انقله مباشرة ما بتستطيع انا اني انقله مباشرة ما بستطيع طالما هاي مضروبة في هذا القوس كامل يجب ان يوزع الضرب اولا فكوساين الاكس زائد واي مضروبة في الواحد رح تطلع كوساين الاكس زائد واي ايش ضرب واحد نفسه زائد هاي مضروبة في واي الفتحة في كوساين الاكس زائد واي في واي الفتحة وزعت الضرب إذا لازم أوزع الضرب هون بعديها تساوي هاي سالب Y تربية في ساين الأكس هاي بدنا نرتبها بس عملية الضرب عملية تبديلية زائد اثنين Y Y الفتحة في كوساين الأكس هاي هاي هسة الآن هذا الحد فيش فيه Y الفتحة فابديوديله هناك هذا الحد فيه Y الفتحة بدي أخليه هذا فيش فيه Y الفتحة خليه في مكانه بس هذا الحد بدنا نجيبه لأوين للطرف الثاني فننتبه هاي بدأت تودى هناك هاي بتنزل زي ما هي كوساين الأكس زائد Y في Y الفتحة ناقص اثنين Y الفتحة في كوساين الأكس لاحظ هاي جبتها هون كانت موجب شو صارت سالبة وتساوي هس هي بدك توديها للطرف الثاني أنا عندي سالب Y تربيع ساين الأكس بتنزل هاي كانت موجب لما توديها شو بدأت تسير سالبة فهي كوساين الأكس زائد من Y هاي كانت موجب شو صارت سالبة هسا بعد ما خلصنا وكتبناها بهذا الشكل بالله ننتبه بدي أسحب Y الفتحة عامل مشترك فبتصفي عندك كوساين الأكس زائد Y ناقص اثنين Y في كوساين الأكس هيا وتساوي سالب Y تربيع في ساين الأكس ناقص كوساين الأكس زائد Y الان بدك تقسم على كل شيء معها هاي بدك تقسمها هون فرح يطلع معك Y الفتحة وتساوي هي سالب Y تربيع في ساين الأكس ناقص كوساين الأكس زائد Y على على هاي أنا قسمت عليها بالطرفين على كوساين الأكس زائد Y ناقص اثنين Y في كوساين الأكس بهذا الشكل انت طلعت ديل Y على ديل X أو Y الفتحة سؤال زي هاد إخواني رح يجيك في الوزارة بتتراوح علامته من 10 إلى 12 علامة ممكن 15 عادي ما تستغرب هذا السؤال بهذا الشكل اتعملنا معه كتب لك هون أخطاء شائعة أخطاء شائعة هون بدك تنتبه لها انه في ناس لما اشتق ساين الأكس زائد Y أجي يشتق هاي فبروح بكتبها كوساين الأكس زائد Y بقولك لأنه أنا فيه Y فبضرب في ديل Y على ديل X مباشرة وهذا خطأ هو نسي يضرب في مشتقة الزاوية انت لازم تشتق الزاوية اللي هو واحد زي ما سوينا زائد Y الفتحة إما مش تضربها كلها في ديل Y على ديل X فهذا اللي بيحكي لك يا علي انتبه انه هذا خطأ شائع خطأ متكرر عند كثير من الطلاب خلينا نشوف كمان سؤال واللي هو سؤال رقم خمسة سؤال خمسة بيحكي لك Y تربيع تساوي X ناقص واحد على X زائد واحد لاحظ ان Y مش موضوع القانون طيب عشان نجي نشتغل عليها بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بدي أبدأ أشتق ال Y تربيع مشتقتها 2Y بس لاني اشتقت Y ديل Y على ديل X أو Y الفتحة واتساوي المقام هاي قاعدة قسمة بدك تدير بالك عليها قاعدة قسمة المقام كما هو مشتقت البسط ال X ناقص واحد مشتقتها كم واحد في داعي كتب ضرب واحد لا ناقص البسط كما هو مشتقت المقام شو مشتقت المقام واحد فيش داعي لها على المقام ايش تربيع الان لاحب انه فيش عندي غير ديل Y على ديل X وحدة طيب يا عمي انا بدي اياها موضوع القانون على طول اقسم على كل شيء محة هاي على 2Y على 2Y هاي محاية تتروح خلاص فيش غيرها وحدة فبتصفي ديل Y على ديل X وتساوي الان X ناقص X بتروح واحد ناقص ناقص واحد 2 على 2Y في X زائد واحد الكل تربيع طبعا كاني اختصر الاثنين مع الاثنين بتصفي واحد بهذا الشكل اتعاملنا محا يا رب انك تكون شايف الاسئلة والموضوع بسيط جدا بدي تحاول تحل الاسئلة 6 و 7 بدي تحاول توقف الفيديو وتحل سؤال 6 و 7 وانت قادر وانا متأكد انك قادر يا رب تكون حليتهم وجربتهم وانهم ضبطوا معاك وتعال نشوف عندك اصلا هدول مش محلولات عشان تتأكد تعال نتأكد مع بعض انه هل كان حلك صح ولا لا نيجي بدنا نشتق هاي بدي انتبه انه هاي قاعدة ضرب هاي قاعدة ايش ضرب 3X في الواي تربيع فانا عشان عشان اشتقها الاول كما هو مشتقة الثاني الواي تربيع شو مشتقتها اثنين واي بس لاني اشتقيت واي واي الفتحة اذا الاول كما هو مشتقة الثاني الواي تربيع اثنين واي بس لاني اشتقيت واي واي الفتحة زاد الثاني كما هو مشتقة الاول الثلاثة X مشتقتها ثلاث الثلاثة اكس مشتقتها ثلاث ويني حطيتها هون زاد الواي تكعيب هي ثلاثة واي تربيع وحط واي الفتحة وتساوي كم مشتقت الثمانية صفر في منكم ناس كتبها ثمانية وعتنسى مشتقت الثابت كم صفر هسلاحظ هذولا كلهم حد واحد وهم فيهم واي الفتحة هل رح مبسطها هذا الحد فيش في واي الفتحة بدي اوديه للطرف الثاني هذا الحد في واي الفتحة بدي اخليه هون فرح تصبح معي ثلاثة في اثنين ستة اكس واي واي الفتحة زائد ثلاثة واي تربيع واي الفتحة وتساوي سالب ثلاثة واي تربيع بتساوي سالب ثلاثة ايش واي تربيع منهم طلعلي الواي فتحة عامل مشترك فبتصفي عندك ستة اكس واي زائد ثلاثة واي تربيع بل عندي انا سحبت الواي فتحة عامل مشترك بلت هاي بتساوي سالب ثلاثة واي تربيع بتساوي سالب ثلاثة واي تربيع اقسم على كل شيء محا هاي على ستة اكس واي زائد ثلاثة واي تربيع على ستة اكس واي زائد ثلاثة واي تربيع هاي فهاي محاي بدها تروح هسا ممكن يجيب لك هذا السؤال مثلا ضع دائرة ما تلاقي هذا الشكل بيكون ساحب الثلاثة عامل مشترك ومختصرها يعني بتصير واي الفتحة سالب ثلاثة واي تربيع طلع من تحت ثلاثة عامل مشترك فبتصفي اثنين اكس واي زائد واي تربيع هاي الثلاث مع الثلاث بتروح فبتصفي واي الفتحة سالب واي تربيع على اثنين اكس في الواي زائد واي تربيع بهذا الشكل أنا عملت معها وأوجدتها بهذا الشكل أنا عملت معها وأوجدتها الآن إخواني خطوة أنك تسحب عامل مشترك في أسئلة الحل ترى ما فيش داعي لإلها بس الخوف يجيب لك مثلا سؤال زي هات ضع دائرة الآن فأنا بدي أنتبه أنه قد يكون سحب الثلاثة عامل مشترك واختصرها طيب نشوف سؤال سبعة هل والله أنت حليته صح ولا لا واخدنا سؤال قريب منه تعال نشوف كمان مرة كيبنا نتعامل معه مشتقة التان سيكنت تربيع مشتقة التان سيكنت تربيع نفس الزاوية مشتقة الزاوية الاكس واحد ناقص الواي واحد بس أنا عم بشتق واي واي الفتحة واي واي الفتحة واي تساوي ثلاثة في اثنين ستة واي تربيع بس إني اشتقيت واي واي الفتحة بذكر هون إجباري توزع الضرب أنت ما بتقدر تنقول للطرف الثاني تجيبهم عند بعض عشان تسحب واي الفتحة عامل مشترك لأنه هذا القوس مضروب في سيكنت تربيع فلازم أفرجي إني بدي أوزع مين الضرب فهي مضروب في واحد سيكنت تربيع الاكس ناقص واي مضروب في الواحد تبقى كما هي ناقص واي فتحة مضروب في سيكنت تربيع الاكس ناقص واي إذن وزعت الضرب وتساوي ستة واي تربيع في واي الفتحة هسألاحظ هذا الحد فيش في عفوا هذا الحد فيش في واي الفتحة بدخليه هون هذا الحد في واي الفتحة دعودي للطرف الثاني يعني رح تصبح معي سيكنت تربيع الاكس ناقص واي تساوي كانت سالبة بدأت تصير موجبة واي الفتحة في سيكنت تربيع الاكس ناقص واي زائد ستة واي تربيع في واي الفتحة اسحب واي الفتحة عامل مشترك تعال نسحب واي الفتحة عامل مشترك فبيضل عندك سيكنت تربيع الاكس ناقص واي زائد ستة واي تربيع هاي وتساوي هاي السيكنت تربيع الاكس ناقص واي هاي اقسم على كل شيء محة لما نيجي نقسم على هاي بالطرفين رح يطلع معاك واي الفتحة وتساوي سيكنت تربيع الاكس ناقص واي على اللي هي سيكنت تربيع الاكس ناقص واي زائد ستة واي تربيع زائد ستة ايش واي تربيع قسمت على كل شيء محة بهذا الشكل بتكون انت طلعت مين المشتقة بيجي واحد هيك يعني بيغلط غلطة هيك بيقولك بختصر هاي محاي واحد تختصر هاي محاي ما هون في زائد واحد تختصر هاي محاي هون في ايه في زائد فلازم تنتبه لها طيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيحكي لك اكس على واي تربيع زائد واي تربيع على اكس وتساوي خمسة لاحظ انه ما بيحكي لك اشتقاق ضمني انت لحالك بدك تكون عارف انه اشتقاق ضمني طالما في خلطة واي والاكس مش موضوع القانون الاشتقاق ضمني لكن اخواني بالله بدي انا بهك في كثير من الاسئلة انت بامكانك تبسط على حالك عملية الاشتقاق ضمني طالما انا هيك هيك هذا مش تقو ضمني اذا بدك اشتق هذا بدك اشتقه قاعدة قسمة وهذا بدك اشتقه قاعدة قسمة بسير عادي ما عنا مشكلة بس الاسهل اني اخلص من المقامات فبروح اعمل توحيد مقامات الاسهل يعني انا قبل ما اجي اشتغل من الاسهل لهذا السؤال اني اروح اوحد مين مقامات في كثير من الاسئلة بتكون هي الاسهل اكس في اكس هي اكس تربيع هاي زائد وي تربيع في وي تربيع وي أس أربعة على اكس وي تربيع وتساوي كم خمسة اضرب ضرب تبادلي هيك انت بتسهل على حالك هي اكس تربيع زائد وي أس أربعة تساوي خمسة اكس في وي تربيع خمسة اكس في وي تربيع بهذا الشكل انا هاي كتبتها هيك اسهلك انك تشتغل عليها وهاي نصيحة هسا واحد انت حابب هيك بس نخلص الحصة وتخلص الأمور جرب اشتقها زي ما هي بطلع شكلها كارثي اما هيك بسهل على حالي تعال نيجي نشتقها الآن عشان نيجي نشتقها الاكس تربيع مشتقتها اثنين اكس الواي تر اس أربعة هي أربعة واي تكعيب بس لاني اشتقيت واي واي الفتحة وتساوي هاي مشتقتها ضرب هاي مشتقتها قاعد الضرب الاول كما هو مشتقت الثاني الواي تربيع اثنين واي واي الفتحة زائد الثاني كما هو مشتقت الاول الخمسة اكس مشتقتها شو خمسة ابطالي بدك تصحصح معاي طي الان ببساطة هذا الحد في واي الفتحة بدي اخليه هذا فيش في والفتحة بدي اوديه هناك هذا الحد في والفتحة بدي اجيبه هون هذا بدي اخليه في مكانه فتعال نيجي نشتغل عليها هاي أربعة واي تكعيب في والفتحة هاي بدي نجيبها عندها طبعا خمسة في اثنين عشرة ولما ننقولها للطرف الثاني بتصير سالب عشرة إكس واي والفتحة وتساوي هاي بديك توديها للطرف الثاني خمسة Y تربيع بتنزل ناقص 2X اسحب Y الفتحة عامل مشترك فهي 4Y تكعيب ناقص 10X في ال-Y وتساوي خمسة Y تربيع ناقص 2X اقسم على كل شيء محة بدنا نقسم على هاي فخمسة Y تربيع ناقص 2X مقسومة على 4Y تكعيب ناقص 10X في Y قسمت على كل شيء محة بهذا الشكل بتكون انت طلعت Y الفتحة طلعت المشتقة وهذا سؤال جدا بسيط وجميل هس خطواته رح تطلع اكبر بكثير اكبر من هيك بكثير لو اشتقيت وقاعدة قسمة قاعدة قسمة رح تتغلب فيه لكن صحيح مش غلط ما بقدر احكي لك انه عيش انه غلط طيب نشوف سؤال تسعة احنا لحد الان ما اخدنا مع تعويض اخواني انا لحد الان ما اعطيتك اشتقاق ضمني مع تعويض الان انا اخد اشتقاق ضمني مع تعويض هسا اذا بده يريحك اذا بده يريحك لما يعطيك الاشتقاق ضمني بيعطيك معان نقطة اكس و واي بيعطيك قيمة اكس و قيمة واي وقد هلا اذا اعطاك اكس و واي مثلا 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 اجي حكالك جد هون المشتقة الاولى عند عددين على سبيل المثال واللي هم على سبيل بغض النظر يعني عند عددين واحد واثنين مثلا فانت بتروح مكان الاكس بتعوض واحد مكان الاي شو بدك تعوض اثنين هذا اذا بده يريحك بيعطيك اكس و بيعطيك واي طبعا هاي الارقام غلط هون انا بس انه عم بحكي لك كمثال كمثال كمثلا اذا اذا بده يريحني بيعطيني اكس واي اذا بده يغلبني بيعطيك يا اكس يا واي يا اكس يا واي هس عشان تيجي انت تشتق اشتقاق ضمني وتعوض اذا اعطاك اكس بدك تأول اشي توجد واي قبل الاشتقاق واذا اعطاك واي لازم توجد اكس قبل الاشتقاق بعدين تشتق وتعوض كيف يعني؟ تعال هذا السؤال ما اعطيك بده المشتقة الاولى عند اكس تساوي كم؟ نص انا بدي المشتقة الاولى عند اكس تساوي نص شايف خلطة اكس واي او والله شايف خلطة لأكس واي معناته الاشتقاق ضمني بس انا عشان اشتقه اعوض ببساطة لازم انتبه انه طالما عندي اكس بدي اطلع واي وعشان اطلع واي بتروح اتعوض في الاصلي اعطاك الاكس طب بدي واي اعوض اكس في الاصلي قبل ما تبدأ في المشتقة تعال نجي نعوض مكان كل اكس نص عشان نطلع واي راح تصير عندك اثنين واي تربيع زائد اثنين مكان الاكس نص في الواي ناقص واحد وتساوي صفر وتساوي ايه صفر يعني اللي هي اثنين واي تربيع زائد واي ناقص مين واحد هس هاي عشان تيجي تحللها اما تجربه خطأ او تحليل خاص فانا باجي بحكي اضرب الاثنين في السالب واحد فبتطلع سالب اثنين تعال نيجي نحللها انا بشتغل على التحليل الخاص انسى هاي الواي تربيع هي واي في واي الاشارة موجب هايها موجب في سالب سالب عددين ضربهم اثنين طرحهم واحد عددين ضربهم اثنين طرحهم واحد اثنين واحد بس العدد الاكبر عند اشارة الوسط هاي اثنين واحد اقسم الان على اثنين على اثنين فمن هون بتطلع الواي زائد واحد هاي بدك تطلعها للاعلى اثنين واي ناقص واحد تساوي صفر طلع قيمة واي الواي تساوي سالب واحد هاي بدك تنقولها وتقسم فالواي بتطلع نص هيك انت طلعت قيم واي كم قيمة لواي؟ قيمتين تمام خليها بدك تعويضين بدك ايش؟ تعويضين طيب الان اخواني احيانا بيعطيك شرط اذا حكى لك واي اكبر من صفر بتقبل النص وبترفض السالب واحد اذا حكى لك الواي اقل من صفر مثلا باقبل السالب واحد وبرفضه النص واذا ما اعطاني شروط زي هاي المسألة بدك تعوض ايش؟ تعويضين خليهم هسا انا هاي صار عندي اكس وعندي واي تعالني جي نشتق هاي عشان نيجي نشتقها بدنا ننتبه انو الاشتقاق ضمني فهاي عبارة عن اثنين في اثنين اربعة واي بس لاني اشتقيت واي واي الفتحة لاني اشتقيت واي واي الفتحة زاد هاي قاعدة الضرب هاي قاعدة الضرب الاول مشتقة الثاني الواي واحد بس لاني اشتقيت واي واي الفتحة زاد الثاني اللي هو واي مشتقة الاول الاثنين اكس اثنين اما السالب واحد فمشتقتها صفر وتساوي صفر هسا حاب بتخلي واي الفتحة موضوع القانون ترى بيسير بس الاسهل انه من هون تعوض وتبسط من هون ما في داعي تخلي واي الفتحة موضوع القانون انا بعوض بعدين بخليها موضوع القانون هذا لما يكون فيه تعويض حاب من هون تخليها موضوع القانون بعدين تعوض ترى بيطلع بنفس الجواب لكن الأسهل أنا الآن بدي أجي أعوض مباشرة عشان أجي أعوض مباشرة عندي تعويضين أول مرة X نص والY كم سالب واحد هاي أول مرة X نص والY سالب واحد وثاني مرة X نص والY نص أنا عندي حكينا تعويضين تعال نيجي نعوض عشان أجي أعوض هاي أربعة Y مكان الY بدك تحط إيش سالب واحد في Y الفتحة زائد اثنين مكان الX بدك تحط نص في Y الفتحة زائد اثنين مكان الY سالب واحد وتساوي كم؟ صفر فهي راح تطلع سالب أربعة Y الفتحة الاثنين مع الاثنين تختصر زائد Y الفتحة ناقص اثنين وتساوي صفر الآن سالب ثلاثة Y الفتحة سالب أربعة Y الفتحة واحد Y الفتحة سالب ثلاثة وهاي بنقولها للطرف الثاني بتصير موجة بثنين اقسم على السالب ثلاثة بالطرفين فهي سالب ثلاثة على ثلاثة بهذا الشكل أنا عملت محة وطلعتها هس التعويض الثاني في النص هاي أربعة مكان الY حط نص Y الفتحة زائد اثنين مكان الX نص Y الفتحة زائد اثنين مكان الY نص وتساوي كم؟ صفر وتساوي كم؟ صفر هاي الآن الأربعة مع الاثنين اثنين فهي اثنين Y الفتحة الاثنين مع الاثنين تختصر Y الفتحة الاثنين مع الاثنين تختصر واحد وتساوي كم؟ صفر فثلاثة Y الفتحة تساوي سالب واحد من هون Y الفتحة تساوي سالب واحد على ثلاثة بهذا الشكل بهذا الشكل بكون اوجدت مين اللي هي واي الفتحة بالمرتين طبعا واحد برجع بحكي حب يخلي واي الفتحة موضوع القانون بعدين يعوض بصير بس الاسهل انك تعوض بعديها تبسط من خلال الارقام خلينا نشوف هذا السؤال اللي هو سؤال عشرة وهذا مهم واكتب لي عليه مهم جدا هذا السؤال لو اجل في الوزارة على الاقل من اتناعش لخمستاشر علامة سؤال اثبات محطوط في الكتاب ممكن جيب لك ياه كما هو اشيره ويحطه في الوزارة بحكي لك اذا كان جذر الاكس على واي زائد جذر الاي على اكس بساوي عشرة اثبت ان ديل واي على ديل اكس تساوي واي على اكس هذا لو تيجي تشتقه كما هو كارثة كارثة بغلبك جدا اه طيب شو الاسهل عشان نيجي نتعامل معاه قبل انه نيجي نتعامل معاه انا بامكاني شو روح اساوي اخل بدي اخلص من الجذور احاول اخلص من الجذور يعني بقدر اربع مين الطرفين بقدر اربع الطرفين عشان ابسط على حالي هذا السؤال كثير فكرته مهمة فانا بدي اروح اربع مين الطرفين تربع حاي وتربع حاي وتفك التربيع هسا عشان نربع الاول التربع والتربع مع الجذر بروح زائد utilizing اثنين في الاول في الثاني هاي اثنين في الاول في الثاني دائما زائد الثاني تربع والتربع مع الجذر بروح عشرة تربع مية هسا لاحظ هاي بقدر اختصرهم هدوله دمشتهم بجذر واحد هاي هاي ما حاي بدأ تروح بتصفي عندك اكس على واي الاثنين بنقولها للطرف الثاني زائد واي على اكس وتساوي كم 98 وتساوي كم 98 بهذا الشكل احنا عملنا محا هاي نقلناها للطرف الثاني هيك صارت اسهل للاشتقاء تعالني جي نشتقها هاي بدأ اشتقها قاعدة قسمة هاي بدأ اشتقها قاعدة قسمة الان انا مره الماضي قلت لك بتقدر تشتقها توحد مقامات هس لا بدأ فرجكيها قاعدة قسمة هاي المقام مشتقت البست واحد فيش دا عليله ناقص البست مشتقت المقام واي الفتحة على المقام تربيع زاد هاي بدأ كتير تشتقها المقام مشتقة البسط المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام واحد على المقام مين تربيع وتساوي الثمانية وتسعين شو مشتقتها صفر الثمانية وتسعين شو مشتقتها صفر طيب الان بعد ما احنا خلصنا بهذا الشكل بالله ننتبه ننتبه كيف نتعامل معها أنا بدي ويل فتحة موضوع القانون طلع بالله عليك هس هاي وهاي كيف بدنا نيجي نشتغل عليهم وكيف بدنا نتعامل معهم بدي أطلع من هون ويل فتحة ومن هون بدي أطلع إيش ويل فتحة أو بقدر أختصر ببساطة طلع علي هاي وهاي نفس الإشي بس اختلاف في الإشارة فبدي أصحب البصد كله عامل مشترك بدي أصحب البصد كله عامل مشترك هاي بدي أطلع Y ناقص X في Y الفتحة كلها عامل مشترك لما تيجي تقسم هاي على هاي بدي أتضل واحد على Y تربيع لما تيجي تقسم هاي على هاي بدي أتضل واحد على Y تربيع هس هاي نفس هاي بس عكس الإشارة طلع هون موجب هون سالب هون سالب هون ما له موجب فلما تيجي تقسمهم على بعض راح تضل سالب واحد موهاي وهاي نفس الاشي عكس الاشارة فلما تيجي تقسمهم بيطلع سالب واحد على اكس تربيع وتساوي كم صفر هسا ليس سويت هاي الحركة هو هذا السؤال شوي ترب بغلب بدك تنتبه له هس هذا انا بدي واي الفتحة هاي اللي فيها واي الفتحة هاي فيها واي الفتحة لا انا لو قسمت عليها بالطرفين على واي تربيع زائد سالب واحد على اكس تربيع راح تروح واحد على واي تربيع ناقص او زائد سالب واحد على اكس تربيع هاي ما حيبدأ تروح وصفر تقسيم هاي بتروح بيصفي عندي واي ناقص اكس واي الفتحة وتساوي صفر بنقولها للطرف الثاني هاي اكس واي الفتحة ومنه واي الفتحة اقسم على اكس بالطرفين هي عبارة عن واي على ايش على اكس بهذا الشكل انا وصلت لللي بده اياه هو كان بده ديل واي على ديل اكس هي نفسها واي الفتحة بدك تفبت انها بتساوي واي على اكس وهذا السؤال على فكرة مش سهل الان انا برجع بحكي لو انت اشتقيتها من غير ما تربع لسه نصيب اكبر هذا ممكن جيب لك ياه وهو موجود في الكتاب حصرا بدك لا بأس انك ترجع الفيديو وتعيد نشوف السؤال الختامي كيف بدنا نجي نتعامل معه بحكي لك اذا كان برضو سؤال اثبات في الكتاب اذا كان واي تساوي لن اف في الاكس اثبت ان المشتقة الاولى تساوي مشتقة الداخل على الداخل نفسه احنا لما اخدنا كيف نشتقي الاختران لغاريتمي الطبيعي ما اثبت نقاعدته لكن هسا بدي اياك تثبتها باستخدام الاشتقاق الضمني كيف بدي اثبتها باستخدام الاشتقاق الضمني واي تساوي لن اف في الاكس عشان نثبتها باستخدام الاشتقاق الضمني انا بدي اروح ارفع الطرفين للأساس اي بدي اخلص من اللن ما بيظبط يجي واحد يقولي انا بشتقها على طول مشتقة الداخل على داخل نفسه انت بتكون نسختهاي طيب الحال الحال اني ارفع الطرفين للأساس اي فبتصير عندي اي اوس واي تساوي احنا بنعرف اللن مع الاي عكس بعض بروحه هي اف في الاكس هسا بعد ما خلصت تعال نشتق اشتقي الاوس الواي واحد فيش داعي تكتبها في اي اوس واي في واي الفتحة او دي الواي على دي الاكس استاذي ليش واي الفتحة لانك اشتقيت واي واحد واي الفتحة مشتقة اف في الاكس اف فتحة للأكس الان بعد ما خلصت اقسم بالطرفين على اي اوس واي لانو انا بدي واي الفتحة موضوع القانون على اي اوس واي فراح يطلع معاك الواي فتحة تساوي اف فتحة للأكس على اي اوس واي الاي اوس واي هي نفسها اف في الاكس هي نفسها F في الـ X من هون طلعت أنه مشتقة الاغتران اللغاريتمي الطبيعي هي مشتقة ما داخل اللغاريتم على ما داخل اللغاريتم نفسه هاي كانت فكرة الاشتقاق الضمني بحصتنا لليوم احنا ما نخلص الاشتقاق الضمني لسه في مشتقة ثانية وفي اشتقاق لغاريتمي لكن حصتنا لليوم راح أكتفي بهذا بدي تدرسي الأسئلة اللي أخدناها مصبوط في واجب على الاشتقاق الضمني حاول تحله أستحلفك بالله قبل ما نكمل والأجزاء اللي بدنا إياها فبدي أنت تحاول تحله وبعديها منكمل الأشياء اللي بدنا إياها بهذا الشكل بقدر أحكي لكم الله يعطيكم ألف عافية لا تنسى حل الواجب دمتم في حفظ الله ورعايته